مقر الأمم المتحدة في نيويورك المناسبة اجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة المغرب كان في الموعد عبر وفد ترأسته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطم الظهر المنصوري مشاركة تأتي لتعزيز التزامات المملكة المغربية في مجال التنمية المستدامة ولمشاركة تقريرها الوطني حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في الحقيقة بكل اعتزاز وافتخار ممكننا نقول بأن المغرب من دول قليلة في إفريقيا اللي استدعوا ينشروا التقرير ديالهم ديال الأجندة يغبان للأجندة الحضرية الجديدة وكانت فرصة بيناع الجريبة المغربية من خلال العشرين سنة الأخيرة والأورش القبرى اللي انترك فيها المغرب لا قبل الكوفيد لا من بعد الكوفيد وفي الحقيقة كان لقاء رائع جدا ورقي جدا في تبادل الخبرة مع واحدة مجموعة تعد الدول ونظرا للوضع ديال المغرب وتنمية اللي تستمر فيها المغرب مشاركة الوزيرة المغربية تميزت كذلك بعقد لقاءات ثنائية مع نضارائها من إسبانيا والأردن والإكواثور كما أجرت مباحثات مع مسؤولين على صعيد الأمم المتحدة والقارة الأفريقية كان لقاء إفريقي لترأساته لاميسيون نيجيريا وكان حوار إفريقي باش نوحدو الكلمة كدول إفريقية على التحديات الكبرى اللي غادي يكونوا أمامنا وفي نفس الوقت كانوا لقاءات مع الوزيرة الإسبانية والوزير الأردني ووزير الأكواتور وكذلك مع السيدة المديرة نفيذية ديال يوان أبيتا اللي هي السيدة ميمونة ووحد السيدة اللي كانت عمدها ديال كولانانبور وعندها واحدة تتعرف المغرب مزيان وتتشتغل معنا مزيان وهي عبرات على الاعتزاز ديالها العمل مع المغرب الاجتماع الأممي حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والتي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة يروم التفكير المشترك وتقاسم الخبرات حول السبل المثلى لتعزيز التحضر المستدام في زمن التحديات العالمية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك كريم عويفيا ايم فاند كات